مع الصفقات الكثيرة نادي الزمالك ومع مدير فني جديد بعض الناس تلوم على فكرة أنه ما كانش فيه تدعمات كبيرة في خط الدفاع تحديداً يعني هو الوحيد الخط الوحيد اللي ما عملاش فيه وهو الخط اللي كان بيعاني فيه نادي الزمالك الفترات الماضية يعني على مستوى الصفقات هي مقبولة بالنسبة للجمائل ولكن يعني الزمالك هيبقى بالنسبة له الأمور صعبة يعني صعبة في الدوري السنائي دي لأن يعني أعتقد أنه فات منه كتير جداً ولكن برضو عايز أقول أن الصفقات ممكن تضيح هل الزمالك المفروض يلعب باقي ما تبقى من الدوري وهو رافع عن نفسه ضغوط المنافسة على الوحيد عايز أوصل لك دي بقى هي دي هتبقى تفرق كتير جداً لأن جمهورك هيبقى فاهم ده فمش هيحط عليك ضغط أنه أنت يبقى فيه منافسة خلي بالك المنافسة ممكن تيجي أيوة بس هاتي بالضبط كان برى المنافسة اتشارة الضغوط خد الدوري أنت النهاردة لو حطت تحت يعني تحت اللعيبة اللي أنت جايبها دي ضغوطات أن أنت لازم تركب جدول ولازم كل مباراتك سابق ده الطبيعة بتاع الزمالك بس في الفترات السابقة خلينا وقعيين لازم نقول أن لأ بقى فيه كذا منافس وكذا فرقة بقى بتقادل بشكل وإنك كانت ظروفك أفضل شيء بالضبط فأنت النهاردة لازم مصارحة مع الجمهور على أساس أن أنت ما تصدرش الضغط بالنسبة للعيبة اللي موجودة زي ما كابتن قسامة قال فيه نجوم كبيرة موجودة ولكن برضو محتاج النجوم دي لازم تظهر وتحط رجليها بشكل مميز جدا في تيم نادي الزمالك النهاردة خلاص القصة مش بالإسم القصة بالمكانة والأداء بتاعك في الملعب لو ما نيجي نبص لكل اللعيبة الأعمار الصغيرة لا بتفرق دلوقتي بتفرق حتى في المعدلات الجارية فكل الأمور دي لازم تتحسب آه خبرات خبرات عالية ما عنديش اختلاف ولكن محتاج منهم مجمود أكتر محتاج منهم تركيز أكتر وخصوصا شكابالا وعبدالله سعيد عبدالله سعيد يعني فكرة الخبرة هتفرق بشكل كبير جدا مع السيطرة على اللعيبة جوه نادي الزمالك لأن خلي بالك انت جايب نجمين كبار فالنجمين دول لازم يبقى هم سلاح نادي الزمالك تصديل أي مشكلة تقابل اللعيبة أو في المارسون اللي هيبقى بالنسبة لنادي الزمالك نادي الزمالك من وجهة نظري عنده تيم كويس مقبول ولكن دفاعيا ممكن ينقصه شوية حاجات معينة كان لازم برضو رجعنا لجنة الكرة لو موجودة أكيد كان لازم تدعيم في الخط الدفاع لأن خلي بالك إصابة الوينش دي هتحط الموديل الفني الجديد في مشكلة كبيرة جدا فأتمنى أن نادي الزمالك يعود لأن قاعدته النهاردة مهمة للكرة المصرية النهاردة الزمالك لما يبقى موجود بالشكل والأداء بتاعه مع وجود نادي الآهلي مع طبعا بيرمت في المنافسة وسيراميكا والأندية اللي احنا بنشوفها بتقدي بشكل مميز لا هيفرق كتير جدا في الدولة صحيح